شدد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارة في مصر وذلك نظرا لأهمية هذا الملف وتنفيذ لتوجهة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارة في مصر وكذلك تطوير الصناعات المغذية لها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارة في مصر وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى عقد اجتماعا مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارة وكذل مهتمين بهذه الصناعة كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارة لاتحاد الصناعات اشتركوا في القناة